أبنائي وبناتي طلاب السنوية العامة أهلا وسهلا بيكو في كل مكان النهاردة إن شاء الله نستكمل شرح الفصل الرابع هنتكلم عن ثورة 23 يوليو 1952 احنا كنا خدنا مقدمات الثورة في الأحداث اللي تلت معادل 36 وحكومات الأقليات وأوضاع مصر أثناء الحرب العالمية وبعدها حتى وزارة النحاس الأخيرة والتي أدت إلى طبعا الأحداث والاشتباكات في قناة السويس وحريق القاهرة 26 يناير وقلنا 25 يناير ده سمي بعيد الشرطة نسبة إلى الناس اللي استشدت في مقاومة الإنجليز في الإسماعيلية وبالتالي الملك أقال الوزارة ودخلت البلد في أحكام عرفية فاندلعت الثورة بذلك النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض الجزء ده ده جزء مهم في الفصل فحضر وراتك وألمك وتعالى ناخد بعض الأجزاء المهمة اللي هتساعدنا إن شاء الله في إتقان الفصل فإحنا أول جزئية بنقول أسباب ودوافع ثورة 1952 بقول لي عوامل الثورة يعني أو أسبابها طيب أول عامل استمرار الاحتلال البريطاني طب ليه بقى؟ بيقول لي حيث أثبتت الأحداث للضباط الوطنيين أن معادة 36 لم تؤدي إلى استقلال حقيقي فكان تحرير مصر من الاحتلال هو الهدف الأساسي للثورة يبقى هدف الثورة هو تحرير مصر من الاحتلال البريطاني يبقى عايزين نقول أن قيام الثورة ده دليل على نقطة فشل الحكومات السابقة في تغيير الوضع السياسي فشل الحكومات السابقة في تصحيح الوضع السياسي للبلاد يبقى الفشل في تغيير الوضع أو تصحيح الوضع السياسي هدى إلى عايزين حدث أكبر من ده فإيه ترى الحدث اللي أكبر من ده هو ثورة 52 عشان نعمل إيه يا جماعة نكون وزء من المقاومة اللي نقدر بيها نحرر البلاد من الاحتلال كمان تاني حاجة بنتكلم عن حرب فلسطين 1948 والتي تعد من أكبر العوامل التي أدت إلى غضب الضباط الوطنين حيث أدركوا بأنفسهم أنهم في ساحات القتال حجم الجرمة الذي ارتكبه النظام الحاكم على رأسه الملك فاروق في حق الجيش المصري عندما تم إرساله إلى الحرب دون استعداد وبلا أسلحة أو زخائر أو معدات كافية لكي يلقى الهزيمة يبقى إرسال الجيش يا جماعة وكأنه مرسل لأنه يتهزن فبالتالي ده أدى إلى غضب الضباط يبقى ليه الضباط غضبه من تصرفات الملك طب ما دي نعملها مقارنة ما بين الثورة العربية وثورة 1952 يبقى ليه قامت ضباط العربيين وليه قامت ضباط الأحرار بالثورة بسبب سوء توجهات النظام الحاكم القاسم القاسم المشترك بين الثورة العرابية وثورة 1952 تمام؟ هقولك سوء توجه النظام الحاكم تمام؟ أو فطور العلاقة بين السلطة والجيش يبقى العلاقة فاترة في فجوة ما بين في عدم ثقة حالة عدم الثقة ما بين الضباط والسلطة الحاكمة طيب كمان نقدر نقول أن دي زي الظروف اللي عاشتها الثورة العرابية بعد إيه؟ إذا كان في حالة عدم ثقة يبقى يقول لي خلقت خلقت حرب فلسطين حالة من عدم الثقة بين الملك والضباط أو بين السلطة والضباط وهو ما يشبه أي من مشاهد الثورة العرابية هقولك ده حدث الثورة العرابية بعد إيه؟ بعد أواخر مايو 1881 فالخديوي حرض الجنود على كتاب التقارير تدين الضباط وطلب من الضباط التوجه للسودان لإخماد الثورة المهدية ورفضوا ظنن منهم أنه يريد إبعادهم عن مجرى الحوادث وكمان طلب منهم التوجه إلى حفر الراحة التوفيق ورفضوا وظنن منهم أنه يريد تجريدهم من أسلحتهم يبقى في حالة من عدم الثقة تولدت سواء هنا ما بين الضباط والملك بعد 48 أو الضباط العربيين والخديوي بعد أواخر مايو 1881 تعالوا برضو نكمل عوامل قيام الثورة فبيقول هنا فساد النظام الملكي تمام؟ الوضع السياسي فيتمثل فيه رضوخ مصر تحت زل وبطش جيش الاحتلال مصر وقع يعني رضوخ يعني وقوع مصر تحت زل وبطش الاحتلال البريطاني جيش الاحتلال هو المتحكم في البلاد كمان ديكتاتورية الملك وانحلال نظام حكمه يعني ولا هنلاقيها من الحاكم الأجنبي ولا الحاكم المصر فساد الأحزاب التي كانت تتصارع من أجل الوصول إلى مقاعد يبقى من أسباب قيام الثورة العربية نقاط يبقى من أسباب قيام ثورة يوليو 1952 نقاط هتبقى ايه من أسباب قيام الثورة هقولك على طول فساد الحياة النيابية تمام يبقى فساد الحياة النيابية يبقى وده على فكرة يشبه برضو الثورة العربية طب ليه لما سلطان باشا تقدمت عن طريقه المذكرة المشتركة التانية تمام فبالتالي قابلها فقالنا كشفت حقيقة ممثل السلطة النيابية أو كشفت فساد الحياة النيابية فديكتاتورية الملك وانحلال نظام حكمه يعني فساد الوضع السياسي فساد الوضع السياسي تمام كمان صراع الأحزاب فالأحزاب بدل ما تتصارع ليه تقدم شيء عظيم للبلاد وتصلحها للبلاد وشأن العباد لا ده كانت الأحزاب تتصارع من أجل الوصول إلى مقاعد السلطة فبالتالي هنا يا شباب من عوامل قيام السورة فساد النظام الحاكم كمان الأسلحة الفسدة يقولي من أسباب الرئيسة للثورة حيث أثبت التحقيقات اشتراك بعض رجال حشية الملك فاروق في صفقة السلاح يبقى الملك متورط وأثبتت النيابة والتحقيقات أن الملك له يد في الأسلحة الفسدة فبالتالي نقدر نقول أن هنا يا جماعة سوء أو انكشاف حقيقة النظام الحاكم يبقى تكشف حقيقة النظام الحاكم كان من أسباب قيام السورة الثورة 52 طيب كمان بيقولي سوق توزيع ملكية الأرض الزراعية واللي أدى ذلك إلى الخلل الواضح في توزيع ملكية الأرض يعني ضياع الإنجازات التي كانت أقرتها وزارة الشعب وزارة الشعب اللي هي وزارة سعد زنون فكل ده أدى إلى إيه؟ أدى طبعا إلى قيام السورة بيقولي كمان حيث أصبحت الأغلبية من الفلاحين ومن المعدمين وأضطروا إلى العمل كمستأجرين صغار أو كعمال زراعيين بعد أن كانوا طبعا ملاك وده بسبب ظاهرة الإقطاع يعني بسبب سوق المساوئ الاحتلال البريطاني سياسة الاحتلال الاقتصادية هي اللي قدت إلى ظهور الإقطاع فبالتالي قامت الثورة للقضاء على الإقطاع يبدأ يشبه الثورة إيه؟ برافو عليكم الثورة الفرنسية تمام؟ يبقى القاسم المشترك القاسم المشترك بين الثورة الفرنسية وثورة 23 يوليو 1952 يتمثل في نقطة يتمثل في إيه؟ الجانب الاجتماعي أو نقدر نقول الرغبة في تحقيق العدالة الاجتماعية أو كمان نقدر نقول أن الرغبة في القضاء على الإقطاع يبقى تعد الثورة الفرنسية ثورة 22 وجهان لعملة واحدة من جهة القضاء على الإقطاع بيقولي كمان ضياح حقوق العمال لعدم وجود قوانين لحمايتهم فلا قانون للمعاشات ولا للتأمينات الاجتماعية أو تعودات محدودة في حالة الإصابة تمام؟ فبالتالي هنا قام تنظيم الضباط الأحرار يا شباب تعرض الجيش منذ الأربعينيات إلى عدد من المؤثرات السياسية التي جعلت ضباط الوطنيين خاصة للشباب يتوجهون للعمل السياسي وكانت بذلك تأسيس النواة الأولى لتنظيم الضباط الأحرار فبيقولي أهداف التنظيم يقولي تحرير الوطن من الاحتلال يبقى إحنا عايزين نحرر الوطن من الاحتلال يعني تغيير الوضع السياسي طب ده يشبه أي من الحركات الوطنية يا جماعة جمعية الانتقام كان هدفها تحرير الوطن كمان إيه تاني القضاء على العملاء الذين ارتبطوا مصالحهم ببقاء الاستعمار يبقى اللي هو معالجة إيه من أسباب فشل السورة العربية العناصر الانهزامية يبقى الناس العملاء دولة اللي ارتبط بقاءهم ببقاء الاستعمار هم دول نفسهم يا شباب اللي نسميهم العناصر الانهزامية اللي كانوا من أسباب فشل السورة العربية تمام يبقى نقدر نقول إن هنا تنظيم الضباط كان يريد القضاء على ايه من مطالب يا جماعة الثورة نقدر نقول ايه القضاء على العناصر الانهزامية لكن هذا التنظيم اتخذ طابع السرية يبقى هذا التنظيم اتخذ طابع السرية فمارس الضباط العمل السري سياسيا حتى لا يقعونا تحت طائلة القانون لأن قوانين الجيش زي ما احنا عارفين تمنع العمل في السياسة يبقى قوانين الجيش تمنع العمل في السياسة فالضباط هنا عملوا ايه؟ قال لي انه بدأوا يشتغلوا في السر وده على عكس العربيين يبقى دولة ادركوا الاخطاء التي وقع فيها العربيين وتداركوها ليه؟ ايه هي الاخطاء دي التدخل في العمل السياسي ما هم ما كانوش عايزين يقرروا اخطاء العربيين يبقى عندهم ايه يا شباب؟ القراءة الجيدة للتاريخ القراءة الجيدة للتاريخ طيب تعالوا نشوف كده عد العوامل المؤثرة في تنظيم الضباط الاحرار يا ترى ايه العوامل اللي اثرت في تنظيم الضباط الاحرار هقولك ان اول حاجة معاهدة 36 فالمعاهدة رأى الضباط انها لم تحقق الاستقلال التام يبقى زي ما قلنا اذا البلد لسه محتلة يبقى احنا مطالب بحركة وطنية قوية تساعد على تحرير البلاد وعلى تحقيق مطالب الامة ومطالب الشعب بان البلد تكون حرة مستقلة وده دليل على فشل زي ما قلنا الفشل السياسي للحكومات السابقة يبقى فيه فشل سياسي يبقى معاهدة 36 دي من مظاهر الفشل ان ما قدرتش تحقق يا جماعة الاستقلال او ما قدرتش ان هي تحقق امال الناس في تحقيق جلاء الانجليز عن مصر فبالتالي هنا كان لازم يبقى فيه حدث اقوى ايه هو يا ترى الحدث 4 فبراير الف 942 فبقول لشعر الضباط ان كرامتهم اهينا ليه فقاموا بعقد عدة اجتماعات بنادي الزمالك لبحث الموقف نادي الوطنية والكرامة نادي الزمالك فبحثوا عدة ايه مواقف وقلنا هنا يا شباب ان حدث 4 فبراير ده محاصرة قصر الملك بالدبابات فهل ان الملك نقدر نقول عليه كان سيء او ما كانش بينحاز تمام لكن نقدر نقول على طول لا ده مهما كانت مساوء الملك الا انه حاكم للبلاد فكرامته هي جزء من كرامة الدولة وكرامة الدولة هي من كرامة الملك فاذا ان كرامة الملك قصر بالدبابات تمهيدا لعزله وطلر القبور الانذار البريطاني في اللحظات الاخيرة ده كان جرس انذار للضباط الوطنيين ازاي الملك بتاعنا يحدث هكذا وانتغاد عنه كمان هزيمة فلسطين 1948 بيقول لقدت هزيمة فلسطين وهزيمة الجيش انكشاف فضائح النظام الملكي وإلى خلق رابط فكرية مشتركة بين الضباط الوطنيين من التجاهات سياسية مختلفة يعني هزيمة حرب فلسطين ده ابتلاء والابتلاء ده يا جماعة يجمع الناس فنقدر نقول ان هي جمعت افكار الشبان في تنظيم يبقى عملت لهم افكارهم جمعتها في تنظيم اللي هو هنسميه تنظيم الدباط الاحرار فخلقت رابطة فكرية مشتركة فبدأوا الدباط يتحركوا داخل الجيش فبقول كانت الرابطة الوطنية الفكرية الاساسا الذي بنى عليه البكباش جمال عبد الناصر تنظيم الدباط عقب عودة الجيش من حرب فلسطين وهدف خطة عبد الناصر وزملاء الى ان ينتزع الجيش ولاء للملك ليصبح بجدارة جيش الشعب فبيقول هنا نقدر نقول ان مقولة عبد الناصر كنا نحن كنا نحن الشبح الذي يقرق به الطاغية احلام الشعب ويبددها تمام بيقول كده ومن الآن سيكون هذا الشبح في يد الشعب ليقرق الشعب احلام الطاغية ويبددها يعني ايه الكلام ده استاذ يعني بكل بساطة عايز يقول ان الجيش هيتحول الشبح اللي هو الجيش الطاغية هو الملك فهو عايز يقول ان هذا الشبح هذا الجيش كان اداة في ايد الملك ضد الشعب من الآن سيصبح هذا الشبح اللي هو الجيش اداة في يد الشعب ضد الملك يعني تحول تحول الولاء السياسي تمام يبقى ده المقولة تعبر عن تحول الولاء السياسي او تغيير انتماء القوة العسكرية الانتماء للشعب بدلا من الانتماء للحاكم احنا مش اداة في ايد الحاكم الجيش اداة في ايد الشعب فبالتالي بدأ الناس كلهم الدباط الاحرار يتكلموا على هذا الامر وبدأت خطوات عبدالناصر تتحرك داخل الجيش بساطا في الطلاقع الوعية لدباط الجيش اللي هما الطلاقع الوعية اللي هما الشباب الصغار الدباط فبدأ عبدالناصر يتحرك ما بينهم هنا يا شباب حدست انتخابات نادي الدباط والانتخابات دي حدست سنة كام 1951 حتى يناير 1952 نقدر نقول ان الانتخابات دي كانت في نهاية 51 بداية 52 ولفتت انتخابات نادي الدباط الجيش الرأي العام في مصر سواء داخل الجيش او في خارجه ليه يقول كانت ازيل الانتخابات بمثابة صراع بين الضباط الوطنيين الشبان وعملاء السرايا اللي هما من قادة الجيش وعلى رأسهم اللواء حسين سر عامر والذي عيا عينه الملك فاروق مديرا لسلاح حرس الحدود بعد استبعاد اللواء محمد نجيب من منصبه ونقله ليشغل مدير سلاح المشاة يبقى نقدر نقول ان الانتخابات دي كانت صراع بين الضباط وما بين الملك الملك نال محمد نجيب وعين واحد رئيس سلاح حرس الحدود لان الملك بدأ يقلب من الضباط زي الخديوي توفير فجاب عايز يحط واحد يعني يأتمنه او عنده انتماء ليه او موالي ليه فجاب حسين سر عامر وعينه مديرا لسلاح حرس الحدود فهنا كان هدف بقى لجنة قيام قيادة تنظيم الدباط من دخول الانتخابات هو اختبار مدى قوة التنظيم وتأثيره على الرأي العام بين الدباط يبقى هما كانوا عايزين يختبروا قوة التنظيم ومدى تأثيره على الرأي العام فبالتالي هنا نقدر نقول ان دخلوا الانتخابات وانتقلوا بقى من السرية الى العلانية يبقى تخلى الدباط عن طابع السرية بمقتدى مؤمن اقولك على طول انتخابات نهاية الدباط او كمان نقدر نقول ان الانتخابات دي نقدر نقول ان هي كشفت تنظيم الدباط الاحرار وادخالت الدباط في العمل السياسي فتم الاتفاق بين لجنة تنظيم الدباط ومحمد نجيب على الترشح واستغلال اسم محمد نجيب فوضع على رأس قائمة مرشح الدباط التي تم توزيع فجأة على الجمعية العمومية للدباط بقاعة السينما في العباسية يبقى في قاعة السينما في العباسية اجريت الانتخابات والجمعية العمومية الدباط الاحرار مسكوا ورق وحطوا الاسماء ووزعوا بسرعة فالناس اختاروا طبعا الدباط الاحرار واعلنت يا ترى الانتخابات دي جابت لنا ايه وقال اللواء محمد نجيب بمنصب رئيس مجلس الادارة بالاغلبية كمان قائمة تنظيم الدباط الاحرار وهكذا يعد هذا الفوض اول انتصار يحققه الدباط الاحرار على الملك طب موقف الملك اصر الملك على ضرورة تمثيل سراح حرس الحدود بعده في مجلس الادارة مما طبعا ادى الى ايه ان الجمعية العمومية هترفض يا جماعة في اجتماع يونيا 1952 بنادي الزمالك فبقول رفضت الجمعية العمومية بالاجماعة اقتراح الملك ففقد الملك بذلك سيطرته على الجيش وفقد ولاء الجيش له فخرجت ثورة عريمة من الضباط ضد الملك من اطار السرية الى حيز العلنين نقدر نقول هنا ان الجمعية العمومية لما رفضت قرار الملك فسقط ولاء الجيش للملك لذلك قلنا ان اجتماع يونيا 1952 اخطر اجتماع عسكري في تاريخ مصر منذ اجتماع يناير 1881 اجتمع الضباط في منزل احمد عرابي وقرروا رفع عريض مطالب بعزل عثمان رفق وتعيين مصري مكان يبقى ده نقدر ان ده كانت تحركات طبعا من الجيش سواء في يناير او من العربيين او في الضباط الاحرار 1952 طيب فخرجت الثورة بقى ونقدر نتكلم عن تخطيط لموعد قيام الثورة واللي كانت الهيئة التأساسية للضباط الاحرار تنوي القيام بالثورة عام 1955 بهدف استكمال بناء تنظيم داخل مختلف الأسلحة والوحدات وهذا لم يكن أمر سهل بسبب وجود أجهزة متعددة للأمن كمان مخابرات الحربية والبوليس السياسي أجهزة الملك الخاصة بالأمن وجود أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية التي لم تكفر في البحث عن الضباط الأحرار نهائيا فنقدر نقول هنا الضباط الأحرار عارفين أن الثورة قامت 52 لكن الضباط الأحرار حددوا موعد الثورة عام 1955 ده دليل على التدرج في العمل السياسي يبقى هم بيتدرجوا في العمل السياسي ده دليل على الحيطة والحذر طيب تمام ده دليل على حسن التخطيط الجيد يبقى الناس دولة كان عندهم تروي عندهم تعقل يبقى تحديد الضباط لقيام الثورة عام 1955 يتسم بالحيطة والحذر وهو ما افتقد أي من حكام مصر بداية حكمه هقولك على طول عباس حلمي الثاني طب ليه يا أستاذ هقولك لما أقال مصففهم وعين حسين فخري فقلنا ساعتها أن ده كان اندفاع من شخص الخدوي يبقى الخدوي هنا ما كانش عنده شجاعة ده كان مندفع يبقى الاندفاع ده على عكس التروي أو على عكس الحيطة والحذر طب يا ترى هما ليه ما بقى ما بنوش التنظيم بسرعة هقولك بسبب الأجهزة دي أجهزة الأمن والمخابرات والأمريكية والبوريس السياسي والبريطانية ويبقى هنا نقدر نقول أن جاء موعد الثورة متأخرا بهدف مقب تجنب إيه يا جماعة تجنب المساوئ الأمنية تمام يبقى تجنب الاستهداف الأمني هما مستهدفين وقانين الجيش تمنع العمل في السياسة فلو هما تم اكتشافهم قبل نضوغ التنظيم يبقى كان هيتم القضاء عليهم في مهده يبقى ليه هنا اتبع الضباط التروي والحيطة عند الإعلان عن الثورة بسبب ايه هقولك طبعا التروي تمام أو تجنب القضاء تمام يبقى تجنب القضاء تمام على التنظيم في مهده يعني في بدايته يبقى نقدر نقول أن مفيش أجمل من أن الدباط دول كان عندهم خبرة بيئة العمل السياسي وتدركوا الأوضاع الأمنية ماشية ازاي فبالتالي لم يندفعوا واتسموا بيئة الحكمة في إدارة الأزمات ولكن بقى هنا بيقول لي قامت دباط الأحرار بتعجيل معاد السورة طب ليه بقى قال لي هنا اتجه تفكير لجنة قيادة التنظيم إلى اختيار شهر نوفمبر نوفمبر ديسمبر يبقى نوفمبر ده شهر 11 1952 موعدا لقيام السورة ليأتي مبكرا يبقى هي من 1955 لعام 1952 تمام لنوفمبر يبقى شهر 11 في سنة 1952 ليه بسبب حالة الفوضى التي جرت في القاهرة بعد 1952 26 يناير اللي هو طبعا حريق القاهرة حيث الملك شكل وزارات أربع انتخابات متتالية أربع وزارات دون إجراء انتخابات ورؤساءها من غير المنتميين لأحزاب سياسية يعني تم التعجيل بالثورة بهدف نقط بهدف تحقيق الاستقرار السياسي تحقيق الاستقرار الاستقرار السياسي تمام أو بهدف نقط يا جماعة نقدر نجيبها تاني بطريقة تانية اللي هو القضاء على حالة الفوضى تمام تجنب حالة المزيد من الفوضى تمام فبالتالي هنا عجله بالثورة لأول مرة يبقى المرة الأولى الثورة المعهود لها انها تقوم سنة 1955 لكن تم التعجيل بالثورة إلى نوفمبر 1952 يعني عجلنا ثلاث سنوات وفي شهر 11 بيقول لي قراره التعجيل بشكل أكثر بعد إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي في 16 يوليو 1952 تمام وتعيين إسماعيل بيك شيرين وزيرا الحربية بغرض التنكيل بهؤلاء الضباط بشتى الطرق من طرد الخدمة واعتقال وتشريد يبقى جاء التعجيل التاني بهدف نقط بهدف يا جماعة حماية الضباط من التنكيل أو نقدر نقول إن هو تجنب القضاء على الثورة في مهدها تمام طيب هنا نقدر نقول إن في وجه شبه بين ده عثمان رفقي تمام وداود يكن وإسماعيل شيرين يبقى دول أمامك ثلاثة وزراء حربية نقط زراع يمنى للسلطة الحاكمة يبقى دول كانوا زراع يمنى للسلطة الحاكمة كمان إيه تاني إن هما إيه إن جاءوا في ظل إيه حراك سياسي يبقى جاءوا فاندلع الحراك إيه السياسي يبقى عثمان رفقي قامت مزارة عبدين الأولى ودود ياكن قامت مزارة عبدين التانية وكمان هنا نقدر نقول إن المرة بتاعة اسماعيل شيرين ده قامت يا جماعة ثورة يوليو يعني نقدر نتكلم بكل صراحة إن التلات وزراء حربية دول جاءت بعدهم صورات مهمة في تاريخ مصر تمام طيب كمان إيه تاني بنتكلم بقى على برضو جزء مهم جدا جدا بنقول إن عندنا هنا إن إسماعيل بكشيرين وداود ياكن تمام دول وزراء حربية مواليين وزراء حربية مواليين تمام يبقى القاسم المسترق بين توفيق والملك فاروق هقول لك تعيين وزراء حربية مواليين تعيين وزراء حربية مواليين للنظام الحاكم يبقى سواه كان داود ياكن عينه توفيق وكان صهره يعني استفاد من العلاقات الاجتماعية في السيطرة على الجيش تمام وكمان جاب داود ياكن عشان يقيد الدباط ويمنعهم من عقد الاجتماعات أما بقى هنا بيقول لذلك عقد الدباط برئاسة جمال عبد الناصر سلاس اجتماعات متتالية في شهر يوليو لبحث الموقف وقرروا إعلان السورة يوم 22 يوليو تمام يبقى فيه هنا ثلاث تعجلات للسورة تمام يبقى بنقول أني أول حاجة كان إيه يا شباب 1955 أول تعجيل نوفمبر بعد كده 16 يوليو بعد كده 22 وعشرين ولما تم تغييره أقول لك 23 يوليو تعذرت ليلة 22 فتم إعلان السورة فيه 23 للقضاء على إسقاط وزارة نجيب الهلالي بما فيها إسماعيل بكشيرين اللي هو وزير الحربية يبقى هنا مظاهرة عبدين الأولى مظاهرة عبدين الثانية مظاهرة عبدين الثانية وثورة 52 إيه واجه الشباب بينهم استهداف الوزارة القائمة يبقى دولة قالوا إحنا عايزين عزل رياض باشر عزل رياض باشر ودولة قالوا برضو إحنا عايزين القضاء على وزارة نجيب الهلالي يبقى إيه القاسم المشترك بين وزارة نجيب الهلالي ووزارة رياض باشر هقولك على طول تمام القضاء على ثورات أو رغبة العداء مع الحراك السياسي أو أن الزار الوزار كانت زراعة يمنى لأداة الحكم ضد الشعب فبالتالي قامت الزار الوطنية للقضاء سواء مظاهرة عبدين التانية مظاهرة عبدين الكبرى للقضاء على ثورة يا جماعة القضاء على وزارة رياض وهنا ثورة يوليو قامت للقضاء على وزارة نجيب الهلالي بما فيها إسماعيل بكشيرين وزير الحربية فالملك فالملك عين إسماعيل بكشيرين وقال له على طول أن أنت تعمل التنكيل بالضباط القضاء عليهم سواء كان بشتى الطرق من طرد من الخدمة يعني حالة للتقاعد ده زي مين زي العربيين تمام يبقى يتشبه مع عثمان رفقي أو اعتقال أو تشريد تمام يبقى تنوع أسليب وزارة الحربية في القضاء على الضباط الأحرار فبالتالي كان لازم وحتما تندلع ثورة 52 للحفاظ على الضباط ومكانتهم فبيقول للي البيان الأول للثورة بقول توقيته في الساعة السابعة ونصف صباحا وزيع البيان الأول للثورة من دار الإذاعة المصرية ألقى البكباش أنور السادات باسم اللواء محمد نجيب القائد العام للقوات المسلح فهنا يبقى البيان الأول كان في صباح يوم 23 تمام فيه نقدر نقول يا جماعة أن في الساعة السابعة وهنا الإذاعة المصرية يبقى استخدام نقدر نقول استخدام التكنولوجيا في العمل السياسي يبقى أي الثورات استخدام التكنولوجيا أقول لك على طول طبعا ثورة الضباط الأحرار أو ثورة 52 فخلونا كده نقرأ البيان أنا ما حططوش الشريحة هنا لكن يعني هقرأه لكم تمام من كتاب المدرسة يقول من اللواء أركان حرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة إلى الشعب المصري بنوطني لقد اكتازت مصر فترة عصيبة من تاريخها الأخير من الرشوة والفساد طبعا كده يشير لإيه من عوامل قيام الثورة قضية الأسلحة الفاسدة تمام وعدم استقرار الحكم يشير لإيه الصراع بين الأحزاب تمام وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخوان على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد وده يشير إلى مين طبعا لإسماعيل بيك شيرين تمام لهو كان ينحاز للملك فبالتالي عايز أنه ينفذ أمر الملك حتى على حساب الوطن فبيقول أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها وعلى ذلك فتتقمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا في الداخل الجيش رجال نصق بهم تمام وفي قدراتهم وفي خلقهم وفي وطنياتهم ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب طبعا هنا يا جماعة يعني لو لحظتم أن البيان فيه رسائل للشعب المصري أن إحنا مرنا بفترة صعبة لكن بيقول أن سنتجاوز هذه الفترة بإصلاح أحوال الجيش والحصول على الجيش وطني قوف فنتيجة هذا البيان بيقول صارعت جميع الوحدات العسكرية في القاهرة العاصمة وخارجها إعلان انضمام إلى ثورة الجيش يبقى نتيجة البيان الأول تحقيق الإجماع الوطني بعد أن قامت ضباط الشبان المنتمين للضباط الأحرار وزملائهم المؤيدين للثورة بتنحية القدامة يعني تنحية يعني عزل القدامة عن قيادتهم وتولهم زمام القيادة حتى أصبح الجيش كله تحت سيطرة التامة لقيادة الثورة والتي كان يمثلها اللواء محمد نجيل كمان حظيت الثورة بتأييد شعب جارف فقد التفت الجماهير حول أجهزة الراديو للإستماع إلى البيان الثورة وقد غمرهم الحماسة والفرحة وعند خروج اللواء محمد نجيل في الساعة التاسعة من مبنى رئاسة الجيش إلى وسط القاهرة قبلته والجماهير بالتسقيف والهداف مغادرة الملك فاروق لمصر يقول في ظهر يوم 23 يوليو كلف الملك فاروق علي ماهر رسميا بتشكيل الوزارة عقب استقالة وزارة الهلالي استجابة لمطلب قيادة السورة يبقى الاستجابة لقيادة السورة هو استقالة وزارة الهلالي لكن الملك كلف علي ماهر وطبعا علي ماهر ده كان رجل مخضرم وكان طبعا هو زراع يمنى للملك فاروق من فاكرين انتو لما تولى فاروق على طول قلنا ان ازداد نفوذ القصر وبسبب ايه هقولك على طول بسبب تعيين علي ماهر رئيسا للدوان الملكي واللي كان طبعا منتمل الملك او منحاز للنظام الحاكم وكان من انصار الدول المحورية في مساء بقى 23 واللي عقدت اجتماعا بمقر القيادة الكبرى بكبر القبة بحضور معظم قادة السورة تقرر فيه عزل الملك فاروق ارسال بعض الوحدات العسكرية لتعزيز الحامية العسكرية في الاسكندرية استعدادا لعزل الملك وترتب على ذلك قدم للملك وسيقة التنازل عن العرش حيث وقع الامر الملك بالتنازل عن العرش لولده وولي عهده تمام لولي عدو الأمير أحمد فؤاد وكان ذلك في قصر رأس التين في 1952 الملك فاروق غادر مصر سنة 1952 26 يوليو وغابت شمس أسرة محمد علي وانتهى الأمر يا جماعة في هذه الأسرة وهتغير نظام الحكم تماما في مصر يبقى الملك فاروق تم عزله بلو رجعنا حكام مصر الذين تم عزلهم هتلاقي عندنا فرشيد باشا هتلاقي عندنا اسماعيل هتلاقي عندنا عباس حلمي الثاني هتلاقي عندنا فاروق تم عزله يا تارى بقى ايه وجه الشباب هقولك هنا خرشة تم عزله بسبب ثورة الشعب سنة 1905 فاروق تم عزله بسبب ثورة يوليو 1952 يبقى لو جال في الامتحان وقال لي القاسم المشترك بين خرشة باشا وفاروق هقولك على طول طبعا دقالتهم او تم عزلهما نتيجة الحراك السياسي دفع ثمن الحراك السياسي تمام او لم يستكمل السلطة بسبب مؤط اقولك بسبب ايه على طول الحراك السياسي يبقى ده مين ده فرشد وفاروق لكن اسماعيل وعباس اقولك بسبب التدخل الاجنبي يبقى بسبب الضغوط الاجنبية سواء اسماعيل ضغطت انجلترا وفرنسا على السلطان حتى عزله وعباس عزلته انجلترا بنفسها يبقى لو قلنا ايه وجه الشباب بين خرشد واسماعيل وعباس وفاروق هقولك نهاية حكمهما للبلاد يبقى طريقة انتهاء الحكم يبقى انتهى طريقة الحكم بعزل كل من خرشد واسماعيل وعباس حلمي وفاروق طيب كمان عندنا سؤال تاني طب احمد فؤاد احمد فؤاد اتعين يا شباب لحد لما بقي حاكما لمصر تمام وفضل حاكم لمصر لحد ما سقطت الملكية وعلنت الجمهورية وبالتالي اتغير نظام الحكم فتم عزله يبقى برضو احمد فؤاد يدخل ضمن القاومة دي لطريقة انتهاء الحكم بالعزل ولكن هل نقدر بالحراك السياسي ولا تغير طبيعة النظام الحاكم هقولك طبعا تغير طريقة النظام الحاكم يبقى لو قلنا انه فقد اخر واحد فقد اخر حكام الاسرة العلوية تمام بقاء في السلطة نتيجة نقطة نتيجة الحراك السياسي ولا تغير نظام الحكم هقولك طبعا تغير النظام الحاكم اللي هو سقوط الملكية واعلان الجمهورية وبقى سقطت الملكية واعلنت الجمهورية فغابت شخصية احمد فؤاد التاني وانتهى الحكم يا جماعة من مصب نهائيا يبقى نقدر نقول ان الملك فاروق نجح في ان هو يفضل فترة في الحكم على عكس احمد فؤاد اللي ما استكملش فترته وتم عزله نتيجة تغير النظام الحكم يبقى اي الحكام انتهت فترة ولايتهم نتيجة الحراك السياسي اخير اخير على طول الحراك السياسي ادى الى خرشد والملك فاروق تمام خرشد والملك فاروق طيب هل نقدر نقول ان فاروق يتشابه مع لويس الستاشر ايوه يتشابه الملك فاروق مع لويس الستاشر طب يتشابه في ايه يا ترى الله ينور دفع سمن الحراك السياسي يبقى انتهت وجودهم انتهى سلطتهم نتيجة تم عزله يبقى فقد الملك لويس الستاشر حكمه وفقد فقد فاروق حكمه بسبب الحراك السياسي نتيجة ذلك اعلنت مبادئ ثورة اتنين وخمسين بالقضاء واقامة القضاء على الاستعمار واعوان القضاء على الاستعمار واعوان وده يحصل لما نوقع توقيع اتفاق الجلاء توقيع اتفاق الجلاء لقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم وده لما نشوف تمصير البنوك والشركات يبقى لما يحلوا المصيم محل الاجانب في البنوك والشركات ده نقدر نقول على طول عليه انه هو القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال طيب القضاء على الاقطاع فالقضاء على الاقطاع يعني ده من مبادئ الثورة وده يشبه الثورة من الفرنسية يبقى يشبه ده من مبادئ ثورة يوليو وفيه صارت ثورة يوليو على خطة الثورة الفرنسية يبقى القضاء على الاستعمار القضاء على الاحتكار القضاء على الاقطاع يبقى فيه ثلاثة القضاء طبعا يا شباب لازم نبقى عارفينهم بأسماءهم تمام فنقدر نقول يجي لي في الامتحان ويقول لي كده انه من مبادئ ثورة يوليو القضاء على توقيع اتفاق الجلاء مما يحقق اي من مبادئ المبدأ الاول ولا الثاني ولا الثالث والرابع هقول على طول المبدأ الاول كمان قضاء الاقطاع فنقدر نقول تمليك يبقى لو جبنا صورة كده وقلنا عبد الناصر تمام يوزع الارض على الفلاحين يبقى ده معنا الفلاحين هيرجعوا ملاك يبقى ده ما فيش اقطاع يبقى فيها عدالة اجتماعية يبقى مما يحقق المبدأ الثالث والرابع لان قضاء الاقطاع يحقق العدالة الاجتماعية تماما كمان اقامة ايه مش بس اقامة عدالة وتأمينات ومعاشات للعمال اقامة جيش وطني قوي عايزين جيش وطني قوي عشان نعالج يبقى ده معنا استفادت الثورة من حرب فلسطين تمانية واربعين تزمنا عشان ما فيش جيش فوضعنا من مبادئ الثورة لازم نعمل جيش عشان ننقررش هذه العزيمة يبقى ده معنا قراءة جيدة للتاريخ كمان حياة ديمقراطية سليمة احنا عايزين بقى مش عايزين فساد الحياة فساد الحياة النيابية لا احنا عايزين نقضي على ده وعايزين نحق ديمقراطية سليمة يبقى فيه ثلاثة القضاء وفيه ثلاثة اقامة القضاء على الاستعمار القضاء على الاحتكار القضاء على الاقطاع اقامة عدالة اجتماعية اقامة جيش وطني قوي اقامة حياة ديمقراطية سليمة طبعا انتو يا شباب مطالبين ان انتو تعرفوهم بارقامهم يعني هقولك المبدأ الخامس للثورة هو ايه هتقول جيش وطني قوي المبدأ التالت هو الاقطاع وهكذا طبعا كده هنبقى خلصنا ثورة يوليو فاضل بس الانجازات اللي هي في الزراعة والصناعة والجزء بتاع افريقيا وان شاء الله ده تكمله معاكم السعولة وبقى خلصنا الفصل الرابع وخلصنا وزارة التربية والتعليم ان شاء الله نشوفكم على خير في حصص القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته